نجي نثالف على تقسيم المشاكل إلى مراحل هاي المشاكل بين العمة والتشنة قبل الزواج وما بعد الزواج يعني إذا كان أكو مشاكل بين أم العريس وأم العروسة وهاي طبعا مشاكل هما تخلص هاي قبل الزواج وبفترة الخطوبة أنا أفضل أنه هذولا ينفصلون من البداية لأنه صعب كلش يتخلي البنزين يم النار وصعب كلش أنه يرجعون بعد هاي المشاكل يرتبطون لأن تعرفون بالنهاية ش رح يصير والموضوع رح يتطور وخطورته محد رح يفهمها أو يحلها فالأفضل أنه هم ينفصلون من البداية خلونا نثرف على مرحلتين قلنا مرحلة قبل الزواج ومرحلة بعد الزواج وخلونا نسنبدي بمرحلة قبل الزواج وهاي المرحلة هي عبارة عن منبع مع المشاكل بيها كل المصعب والبلعوي هيا مرحلة الخطوبة أهنانا تبلش تشنة تشارط وتتأمر عليهم وطلباتها تزيد ما تنقص يعني تجيبوا محبس الماما وأني ما أحب سوار واحدة وأني أريد بتوت وأني ما عجبتني الغرفة النعمة أريدها غرفة ضخمة وأني أريد من هذا التخم لا هناك طلبات زادت ما تنقص وهناك العمّة تصفن لها هناك وتقعد تحمس تأكل بنفسها إذا شفت العمّة تصفن معنات هذا ما تلك الضميمة هس أنت قدام خياري يا تكس بيها وأنت الربحانة يا تعوفين الموضوع وتنهزمين لأن إذا عفت الموضوع كما هو علي كل هذا رح يطلع من خشمك وبعد تيويها هنانا المشاكل كلها تبدي من الخطوبة وندري كل الطلايب من الخطوبة وهنانا رح تصير لعبة جر الحبل كل واحد يأتي من الصفحة اللي يريدها والمشاكل شنية يبلشون الحاضر والغايب النشان والمهر العزومات الطلعات الجيات الروحات هاي كلها عليها المشاكل الخطوبة عبارة عن قنبلة موقوتة من الطب رح تعمع الكل خلي نفرض بهاي المرحلة عدت على خير وكل هاي المشاكل ماكو وهنانا تبلش الطلايب من يدخل ضيب جديد للبيت اسمه جن